اشتركوا في القناة اكتب جملة الجمع الممثلة على خط الاعداد التالي ثم اوجد الناتج لاحظوا معي اعزاء الطلبة هنا اننا بدأنا من الصفر ثم انتقلنا الى العدد ستة اي ست وحدات ممثلة باللون الاحمر في الاتجاه الموجب ثم رجعنا الى الاتجاه السالب سبع وحدات ممثلة بالسالب سبعة اذا جملة الجمع هي ستة زائدا سالب سبعة نتذكر دائما اعزاء الطلبة عدد صحيح موجب زائدا عدد صحيح سالب دائما نطرح باشارة العدد الاكبر اذا الناتج هو سالب واحد يمكن كتابة الجملة السابقة بطريقة اخرى ما هي ستة ناقص سبعة لكنها تتغير من الجمع الى الطرح لماذا؟ لان جملة الطرح هي ستة ناقص سبعة تعطي الناتج ايضا سالب واحد فهتان الجملتان متكافئتان عند طرح العدد سبعة من العدد ستة فان الناتج يكافئ ناتج جمع معكوسة الا وهو سالب سبعة الى العدد ستة لحظوا معي هنا في جملة الطرح العملية هي طرح هنا العملية هي طرح هنا تحولت الى عملية جمع السبعة هنا مجبة اصبحت السبعة هنا سالبة اذا في عملية الطرح فاننا نحولها الى الجمع مع المعكوس والان اعزاء الطلبة سنقوم بتلخيص ما تم دراسته طرح الاعداد الصحيحة عند طرح الاعداد الصحيحة عند طرح عدد صحيح من اخر يتم اضافة اي جمع معكوس ذلك العدد الى العدد الاخر ما معنى معكوس؟ معكوس السبعة هو سالب سبعة بينما معكوس السالب خمسة هو خمسة مثال اربعة ناقص تسعة تحويلها من جملة طرح الى جملة جمع باضافة المعكوس لاحظوا ان عملية الطرح تحولت الى عملية جمع بينما التسعة الموجبة اصبحت تسعة سالبة فاربعة زائدا ناقص تسعة نتذكر دائما عند تطبيق خصائص جمع الاعداد الصحيحة ان الاجابة هي سالب خمسة لان جمع عددان احدهما موجب والاخر سالب فاننا نطرح باشارة العدد الاكبر فالاجابة هي سالب خمسة وكذلك سبعة ناقصا سالب عشرة نقوم بتحويلها من جملة طرح الى جملة جمع بينما السالب عشرة معكوسها هو موجب عشرة اذا سبعة زائدا عشرة عند تطبيق خصائص الجمع فان الناتج هو سبعة عشر والان اعزائي الطلبة مع هذا المثال التوضيحي اوجد ناتج الطرح فيما يأتي سالب ستة ناقصا ثلاثة يجب في البداية تحويلها من جملة طرح الى جملة جمع باضافة المعكوس لاحظوا معي سالب ستة ناقصا ثلاثة تساوي سالب ستة زائدا سالب ثلاثة اذا قمنا بتحويل الطرح الى جمع والان الثلاثة سنحولها الى معكوسها اي سالب ثلاثة هنا استخدمنا المعكوس اعزائي الطلبة الناتج عند طرح او جمع عدد صحيح سالب مع عدد صحيح سالب فان الناتج دائما يعطي عددا صحيحا سالبا فالناتج هو سالب تسعة ايضا ننتقل لهذا المثال سالب عشرة ناقصا سبعة اننا يجب ان نحول جملة الطرح الى جملة جمع باضافة المعكوس اذا للاجابة على السؤال قمنا بتحويل عملية الطرح الى جمع اما السبعة الموجبة فتم تحويلها الى معكوسها وهي سبعة سالبة لاحظوا معي اصبح لدي الان جمع عددان كلاهما سالب نتذكر عند جمع عدد صحيح سالب مع عدد صحيح سالب اخر فان الناتج دائما عدد صحيح سالب فالناتج يساوي سالب سبعة عشر والان ننتقل لهذا المثال لاحظوا معي موجب واحد ناقص سالب اثنان كما عودناكم جملة الطرح سنحولها الى جملة جمع باضافة المعكوس لاحظوا معي واحد ناقصا سالب اثنان تساوي واحد قمنا بتحويل الطرح الى جمع والعدد سالب اثنان حولناه الى معكوسه وهو اثنان فاصبح لدي عددان موجبان ناتج جمع عدد صحيح موجب مع عدد صحيح موجب اخر يساوي عدد صحيح الموجب اذن الناتج هو ثلاثة ايضا مثال توضيحي اخر اوجد ناتج الطرح فيما يأتي سالب عشرة ناقصا سالب ثمانية ايضا سنقوم بتحويل جملة الطرح الى جملة جمع باضافة المعكوس لاحظوا معي اعزاء الطلبة ان عملية الطرح هنا تحولت لعملية جمع اما العدد سالب ثمانية فحولناه الى معكوسه وهو ثمانية فاصبح لدي عددان صحيحان احدهما سالب والاخر موجب عند جمعهما فاننا نطرح باشارة العدد الاكبر وناتج الطرح هو اثنان اما الاشارة فهي سالبة عشاء الطلبة جاء دوركم الان ارجو ان تكونوا مستعدين لحل هذا التدريب اوجد ناتج الطرح فيما يأتي اولا لديكم من الوقت نصف دقيقة اوجدوا ناتج 14-17 احسنتم اعزاء الطلبة اتمنى ان تكون اجاباتكم صحيحة فلتتابعوا معي حل التدريب سنقوم بتحويلها من جملة طرح الى جملة جمع باضافة المعكوس اذا سنحصل على 14 زائدا سالب 17 والناتج هو سالب 3 والان اعزاء الطلبة ارجو ان تكونوا مستعدين لحل التدريب الثاني سالب 18-20 اعزاء الطلبة لديكم نصف دقيقة لحل هذا التدريب ترجمة نانسي قنقر اعزاء الطلبة اجاباتكم رائعة الان سنقوم بحل هذا التدريب معا سوف نقوم بتحويلها من جملة طرح الى جملة جمع باضافة المعكوس لاحظوا معي سالب 18 زائدا سالب 20 اصبح لدي عددان صحيحان سالبان سأقوم بجمعهما مع اشارة سالبة اذا الناتج هو سالب 38 احسنتم اعزاء الطلبة بارك الله فيكم والان سننتقل للتدريب الثالث اوجدوا ناتج 0 ناقصا 10 لديكم من الوقت نصف دقيقة احسنتم اجاباتكم رائعة الان تحققوا معي من صحة اجاباتكم سوف نقوم بتحويل هذه الجملة من جملة طرح الى جملة جمع باضافة المعكوس لاحظوا معي ان صفر عملية الطرح اصبحت عملية جمع مع سالب 10 والاجابة هي سالب 10 احسنتم اعزاء الطلبة والان اعزاء الطلبة مع تدريب اضافي لتعزيز المفهوم اوجد ناتج الطرح فيما يأتي اولا 6 ناقصا 12 لديكم نصف دقيقة للتفكير في الاجابة احسنتم اعزاء الطلبة اتمنى ان تكون محاولاتكم صحيحة لنتابع الان معا حل التدريب هذه جملة طرح سنقوم بتحويلها الى جملة جمع باضافة المعكوس ثم سنطبق خصائص جمع الاعداد الصحيحة اذا الاجابة هي 6 زائدا سالب 12 والنتيجة النهائية هي سالب 6 ثانيا لدينا هذا التدريب سالب 20 ناقصا 15 ارجو ان تكونوا مستعدين للحل ولديكم نصف دقيقة ابدأوا الان احسنتم اعزاء الطلبة اجاباتكم رائعة الان سنقوم بحل التدريب معا لاحظوا اننا سوف نقوم بتحويل جملة الطرح الى جملة جمع باضافة المعكوس اذا ستصبح سالب 20 زائدا سالب 15 وعددان صحيحان سالبان جمعهما عدد صحيح سالب وهو سالب 35 شكرا لكل من اجاب اجابة صحيحة والان مع هذا التدريب الثالث سالب 22 ناقصا 26 لديكم اعزائي نصف دقيقة للتفكير في الاجابة شكرا للمشاهدة أحسنتم أعزائي الطلبة بارك الله فيكم سوف نقوم الآن بحل هذا التدريب معا سنقوم بتحويلها من جملة طرح إلى جملة جم كما تلاحظون أصبحت الطرح جم ومعقوس الستة وعشرون هو السالب ستة وعشرون أما الإجابة النهائية فهي سالب تمانية واربعون أحسنتم أعزائي الطلبة شكرا لجميع محاولاتكم والآن مع هذا التدريب سالب خمسة عشر ناقصا سالب خمسة لديكم من الوقت نصف دقيقة للتفكير في الحل ترجمة نانسي قنقر بارك الله فيكم أعزائي الطلبة أتمنى أن تكون إجاباتكم صحيحة فلتتابعوا معي الحل الصحيح أولا سنقوم بتحويلها من جملة طرح إلى جملة جمع مع المعكوس إذن سنقوم بتحويل الطرح إلى جمع ومعكوس السالب خمسة هو خمسة موجبة أصبح لدي الآن سالب خمسة عشر زائدا خمسة الإجابة النهائية هي سالب عشرة شكرا لكم حاولوا مرة أخرى في هذا التدريب ثمانية عشر ناقصا سالب ستة أبدعتم أعزائي الطلبة أتمنى أن تكون محاولاتكم صحيحة والآن تابعوا معي قمنا بتحويل جملة الطرح إلى جملة جمع مع المعكوس كما علمناكم فإن الطرح تحولت إلى جمع معكوس السالب 6 هو موجب 6 إذن ثمانية عشر زائدا ستة يساوي أربعة وعشرون مع تدريب أخير للتأكد من إتقانكم لهذه الكفاية أربعة ناقص سالب إثنى عشر لديكم من الوقت أعزائي نصف دقيقة ترجمة نانسي قنقر بارك الله فيكم أعزائي الطلبة شكرا لجميع محاولاتكم والآن تابعوا معي الحل الصحيح سنقوم بتحويل جملة الطرح إلى جملة جمع بإضافة المعكوس إذن كما تلاحظون فإن الطرح أصبحت جمع أما السالب إثنى عشر فمعكوسها هو إثنى عشر والإجابة النهائية لأربعة زائدا إثنى عشر هي ستة عشر شكرا لكم والآن أعزائي الطلبة مع كفاية جديدة من كفايات درس اليوم احسب قيمة باء ناقص عشر إذا كانت باء تساوي سالب ثمانية لاحظوا معي أعزائي الطلبة أن هنا لدينا متغير وهو الباء ما هي قيمة الباء؟ قيمة الباء كما موجود في السؤال هي سالب ثمانية إذن سنقوم بالتعويض عن قيمة المتغير باء بقيمتها سالب ثمانية فأصبحت سالب ثمانية ناقص عشر الآن سنقوم بتحويلها من جملة طرح إلى جملة جمع بإضافة المعكوس إذن سالب ثمانية زائدا سالب عشر لاحظوا معي قمنا بتحويل الطرح إلى جمع ومعكوس العشرة هو سالب عشرة والناتج النهائي عند جمع عدد صحيح سالب مع عدد صحيح سالب آخر يساوي عدد صحيح يجب أن يكون سالب فالإجابة النهائية هي سالب ثمانية عشر والآن مع مثال آخر احسب قيمة سين ناقصا صاد إذا كانت سين تساوي سالب ستة وصاد تساوي سالب خمسة لاحظوا معي أن سين متغير وقيمته هي سالب ستة وصاد أيضا متغير وقيمته هي سالب خمسة أولا سنقوم بالتعويض عن القيمتين قيمة سين وصاد كما هو مبين بعد التعويض سين قيمتها سالب ستة هذه عملية طرح قيمة صاد هي سالب خمسة والآن للإجابة سنقوم بتحويلها من جملة طرح إلى جملة جمع مع المعكوس لاحظوا معي أصبحت عملية الطرح عملية جمع أما السالب خمسة فأصبحت موجب خمسة وعند جمع عددان صحيحان أحدهما سالب والآخر موجب فإننا نطرح بإشارة العدد الأكبر إذن الناتج هو سالب واحد جاء دوركم أعزائي الطلبة أتمنى أن تكونوا مستعدين لحل هذا التدريب احسب قيمة ألف ناقص باع إذا كانت ألف تساوي خمسة وباع تساوي سالب ثمانية لديكم من الوقت دقيقة واحدة للتفكير في الحل ترجمة نانسي قنقر إجاباتكم رائعة أحسنتم أعزائي الطلبة والآن تابعوا معي الحل الصحيح ألف ناقص باع هما ألف تساوي خمسة وباع تساوي سالب ثمانية إذن سنقوم بالتعويض عن قيمة المتغيرين ألف وباع كما هو مبين الألف قيمتها خمسة الباع قيمتها سالب ثمانية أما العملية فهي طرح وللطرح هنا سنقوم بتحويلها من جملة طرح إلى جملة جمع بإضافة المعكوس لاحظوا معي خمسة حولنا الطرح إلى جمع معكوس السالب ثمانية هو ثمانية ثمانية إذن سنقوم بجمع عددين صحيحين موجبين لنحصل على عدد صحيح موجب أيضا فالناتج النهائي هو ثلاثة عشر أحسنتم وشكرا لكل من أجاب إجابة صحيحة أعزاء الطلبة هذا تدريب أخير لتتأكدوا من استيعابكم وإتقانكم لهذه الكفاية احسب قيمة كاف ناقصا ألف إذا كانت ألف تساوي خمسة والكاف تساوي سالب تسعة لديكم دقيقة واحدة للتفكير في الحل شكرا شكرا أحسنتم أعزاء الطلبة أتمنى أن تكون إجاباتكم كلها صحيحة والآن تابعوا معي الحل الصحيح لتتحققوا من صحة إجاباتكم كاف ناقصا ألف أولا نعوض عن قيمتي كاف وألف كما هي مكتوبة في السؤال إذن قيمة كاف هي سالب تسعة أما قيمة ألف فهي خمسة أما العملية فهي طرح إذن سنقوم بتحويلها من جملة طرح إلى جملة جمع بإضافة المعكوس لذلك ستتحول عملية الطرح إلى جمع أما معكوس الموجب خمسة فهو سالب خمسة ولا ننسى أعزاء الطلبة عند جمع عدد صحيح سالب مع عدد صحيح سالب فإن الناتج يجب أن يكون عددا صحيحا سالبا إذن الإجابة النهائية هي سالب أربعة عشر شكرا لكل من أجاب إجابة صحيحة ولمزيد من التمارين يمكنكم الرجوع إلى كتاب الرياضيات للصف الأول الإعدادي صفحة ستة وستون شكرا لكم ولحسن انتباهكم وأصغائكم لدرس اليوم ونلقاكم في درس جديد